امرأة حياة حرية شعار جريء طبع مسار الاحتجاجات الإيرانية منذ اندلاعها قبل أسبوعين شعار رغم بسطته إلا أنه ينظر ببداية نهاية أعمدة النظام القمعي للنظام الإيراني ويمثل لحظة مفصلية في الانفصال التدريجي لرجال الدين الشيعة عن القوى القيادية في المجتمع الإيراني فبخلاف الاحتجاجات السابقة فإن المصدر الرئيسي للسياء الحركة الاحتجاجية الحالية ليس قرارا اقتصاديا أو سياسيا بل أساسه وركيزته واحترام كرامة الإنسان وحريته نسيما حقوق المرأة في مواجهة استبدادية نظام خامنئي وهو ما يكسب هذه الاحتجاجات قوة إنسانية وتعاطفا دوليا قد يقلب كل الموازين وما يثير الانتباه في هذه المظاهرات هو جرأة المجتمع الإيراني في طرح فكرة إلزامية الحجاب عند المرأة في محاولة للرجوع إلى مرحلة الانفتاح التي قام عليها المجتمع في عهد الشاهد وذلك يعكس تطورا جوهريا بوعي المحتجين فحتى أبرز النقاد والمنشقين السياسيين الأكثر علمانية والإيبرالية قد تجنبوا باستمرار الاعتراف بالقمع المنهجي الذي يمارسه النظام على حرية النساء وكرمتهم ترجمة نانسي قنقر